ورجعنا من الفاصل وهنشوف مكونات العصير أنا أعمل النهاردة كوكتيل مانجا بالفواكه المانجا هنبتدي بمانجا وبعد كده في فراولة متقطعة صغير عصير تفاح وشربات نعناع وأوراق نعناع وتلج نضط المانجا الأول في الخلاط فراولة تلج عصير تفاح شربات نعناع نضط حوالي ملعتين أوراق نعناع شوية صغيرين نقفل الخلاط ونخلط اشتركوا في القناة